بسم الله الرحمن الرحيم أتى أم الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عن ما يشريكون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عن ما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيل مبين والأنعام خلقها لكم فيها درء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكن بالغي إلا بشفق الأنفس إن ربكم لرؤف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله خصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أدمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيبون ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب والكل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا أبوال إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لعما طريا وتستقردوا منه حنية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم وأنهارهم وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجمهم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعطوا نعمة الله لا تخسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تشكرون وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يفلقون أمواد غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الغزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة قاله أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل سوء بلى إن الله عليهم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلدئس مسوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا هذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابه سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشرقوا لو شاء أراب ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل همة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن من هدى الله ومن من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانضروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على مدان فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصفين وأقسموا بالله جهد أيمان لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لهم فيكون والذين آجروا في الله بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنتهم ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذي نصبهم على ربهم يتوالجلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رأف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلالهم عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسعد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فرآبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصباء أفغير الله تتكون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأوا ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون بما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألوا من عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشبهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل والأنثى وهو كظيم يتوارى من الخوم من سوء ما بشر به أيمسكه على دون أم يدخوا في التراب ألا ساء ما يحقون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعمى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الضار الناس بالظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرب أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فسين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيامهم الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العبرة من نسقيكم مما في بكونه من بين فرس ودم اللبن الخالصا ودم اللبن الخالصا سائغا للشاردين ومن ثمرات النخيل والأعمال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقبون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرسل الخبر بكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمان فقم في سواء أفبنعمة الله تجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفتة ورزقهم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مسلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكا لا يقدر على شيء وهو كل على أهلاه أينما يوجه لا يأتي بخمين هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وأقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أم آتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما ينسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقف يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكلا وجعل لكم من جنود الأنعان بيوتا تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلاله وجعل لكم من الجبال أتنانه وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكتروا الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذل للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رئ الذين ظلوا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم منظرون وإذا رئ الذين أشرقوا شركاء قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاء هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا ونزلنا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإنتاء بالقربى ويمهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعبكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدكم ولا تنقضوا الأيمان بعد توفيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضوا وصلها بعد قوة أنكاسا أن تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبينكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدتهم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفدك وما عند الله باقا ولنجزين الذين صبروا أجروا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو فلنحينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجروا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانهم على الذين يتولونهم والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم بشر لسان الذي يلحبون إليه أعزمهم وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهزيهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقاله مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم ثم إن ربك للذين هاجروا بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يهلمون وذرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطبئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الهوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقهم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفرحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم ثم ربك للذين عملوا السوء أبجالة ثم تابوا بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنهم اجتباه وآذاه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن ما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كان فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمغتدين وإن عاقب فعاقب بمثل ما ينقب توم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمتون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله اشتركوا في القناة